خلونا نروح للأردن بقى وفي طالب هناك اسمه معتز المزاري طالب أردني بيسعى للحفاظ على حرفة صناعة الصيوف اللي توارثتها عائلته جيل من بعد جيل من 200 سنة مش بس كده لا كمان بيضيف للصناعة لمسته الخاصة توارثت عائلته الطالب الأردني معتز المزاري حرفة صناعة الصيوف جيلا من بعد جيل وهو الآن يسعى لتأدية دوره في الحفاظ على إرث عائلته مع إضافة لمسة خاصة من خلال استخدام القطع غيار السيارات فباستخدام الزنبروكات أو ريش السيارات كأساس لسيوفه يعمل المزاري في ورشته جاهدا على منع هذه الحرفة من الاندثار أصبحت الصناعة نادرة جدا حاليا كون السيف يأخذ من أسبوع لأسبوعين عمل وتكاليف وباهظة جدا ومردود المادة ما يكفي حتى أنه يغطي مسافة الوقت ومسافة الجهد المبدول فأصبحت هواية غير إنها مهنة كمهنة ما أحد يقدر يشتغلها ويقول المزاري إنه تعلم هذه الحرفة في سن مبكرة من أجداده ذائعي الصيد في هذه الصناعة وباتت هواية بالنسبة له وسيلة للحفاظ على هذا الإرث أنا بالنسبة لي بشتغلها بشغف عالي جدا هواية وحيفة متوارثة ما بشتغلها كمهنة أو كأعمال تجارية بشتغلها كهواية أولا كتلبية لرغبات الناس ثانيا ولا آدت إحياء هذا التراث في بلدنا أول أهم نقطة وعلى الرغم من الأهمية الثقافية والتاريخية التي تمثلها السيوف والخناجر في الأردن يقول المزاري إن الطلب على المنتج ضعيف للغاية مما يجعل من الصعب على الشباب اتخاذ هذه الحرفة كعمل ومصدر للرزق ترجمة نانسي قنقر